اشتركوا في القناة المشددتين احنا قلنا قبل كده يا جماعة ان احنا الاحكام هتبقى مربوطة بعضها ببعض احنا اخدنا احكام النون الساكنة والتنوين والنهاردة هناخد حكم النون والميم المشددتين بكل سهولة جدا انت هتقدر تعرف النون والميم المشددتين في القرآن بشيء مميز جدا اللي هو نون وعلى الشدة والميم وعليها الايه الشدة دي تمام؟ الشدة دي عبارة عن حرف ساكن حرف ساكن وحرف ايه؟ متحرك تمام؟ حرف ساكن وحرف متحرك الشدة دي يا جماعة والنون المشددة بتغن بمقدار حركتين تغن بمقدار حركتين تمام؟ المشكلة لما انت ما بتغنش النونس المشددة او الميم المشددة بيبقى عندك عملية لحن جالي لحن جالي في القراءة بتاعتك لان لما انت هتقول ما هتغنش الغنة بتاعتك في الميم المشددة وهتجيبش الشدة دي انت دلوقتي بتفقد حرف بتفقد حرف من الاتنين انت لما هتفقد حرفي بقى انت كده نقصت حرف من القرآن وده لحن جالي لحن ايه جالي فطبعا النون اللي النون او الميم دول لو جوم في نصف الكلمة نصف الكلمة او جوم ايه في نهاية نهاية الكلمة جوم في نصف الكلمة او جوم في نهاية الايه الكلمة عندك على سبيل المثال كلمة انا تكرر معك كتير جدا لما تجي تقرأها هتقول ايه ان اللذين كفروا ها انت عملت ايه عملت غنى بمقدار حركتين غنى بمقدار حركتين على سبيل المثال اليام الميمة ها ميم مشددة وده النون المشددة تمام الجن ها نون مشددة الناس الخناس خلاص يبقى ده عندك كده شكل النون النون والميم المشددتين الشكل بتاعها سهل جدا زي ما احنا كنا قلنا قبل كده في الاقلاب العالمة بتاعته الميم اول ما بتشوفها بتبع عرف ان ده اقلاب في احكام النون الساكنة والتنوية فانت في الحالة دي النون المشددة او الميم المشددة موجودينهم انت بتعمل ايه لما تشوفها كده هتقوم عامل غنى بمقدار حركتين والغنى دي هتبقى سواء كانت وانت واقف عليها وقفا ووصلا يعني ايه واغفا ووصلا يا جماعة نبص كده في المصحف الله تبارك وتعالى يقول في سورة الكهف واذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن انا عملت ايه انا وقفت على ايه على النون المشددة تمام ولما جيت وقفت عليها عملت الغنى اللي هي بمقدار حركتين ده وقفا كان من الجن ففسق عن امر ربي عملت ايه لما وصلت عملت الغنى بمقدار حركتين ده المعنى اللي انا عايز اوصله انت هتقف عليها هتغن الحركتين هتوصلها هتغن الحركتين تمام يبقى وصلا او وقفا انت بتغن الحركتين بتوعه في صورة الناس قول الله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الناس ها شايفينه الشكل بتاعي ملك الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الغنى ما شغل معناه ايه في النون المشدد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما ينفعش من الخطأ ان انت هتقول ايه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ده غلط لان انت زي ما احنا قلنا ده لحن جالي انت كده نقصت حارف انت كده نقصت حارف يبقى قل اعوذ برب الناس شوفي الخطأ قل اعوذ برب الناس الناس خلاص ده طبعا تدريب بسيط احنا هناخد طبعا واجب هناخد واجب على الكلام ده بس طبعا احنا هنكتب في نهاية الكلام الحكمين اللي احنا اخدناهم علشان الناس لما هداء هناخد الواجب هناخد الواجب في الحكمين اللي احنا اخدناهم احكام النون الساكنة والتنوين عندنا يا جماعة اربع احكام الاظهار الحلقي الاضغام الاقلاب الاخفاء تمام ستة حروف من التمانية وعشرية ستة واحد خمستاشر تمام الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الهمزة هاء عين حاء غين خاء تمام الاضغام بغنة غير بغير غنة الحروف الستة دولار مقسومين اربعة هنا واتنين هنا الاربعة دولار مجموان في كلمة ينمو الياء والنون والميم والواو هنا اللام والراه تمام ده بالنسبة للاثنشر حرف دولار هنا حرف واحد وهو الباء علامته الميم الميم اللي بتلاقيها فوق النون الساكنة او التانون باقي الحروف الخمستاشر من بعد الحروف الثلاثتاشر دولار من الثمانية وعشرين هي حروف الايه الاخفاء الشكل ده عايزين الحفظ بتاعي الايه الحروف دي النون والميم المشددتين قلنا يا جماعة النون على شد النون على شدة ميم عليها ايه شد تمام بتغن بمقدار الحركة خلاص انت بتغنها وقفا تغن وقفا و وصلا الحكمين بتوعنا واضحين جدا هم انت لما احكام النون الساكنة والتانون والنون والميم المشددتين كده دولا حكمين لما هناخد الوقت واجب هنطلع احكام النون الساكنة والتانون والنون والميم المشددتين ولما نيجي نطبق في الكلام بعد كده هناخد الايه الحكمين تمام الواجب بتاعنا الصفحة رقم تسعة صفحة رقم تسعة من صورة البقرة هنطلع منها أحكام النون الساكنة والتنوين وهنطلع حكم النون والميم المشددته هذا أسأل الله الكريم الحليم أن يعفو عنا وأن يرزقنا الإخلاصة في القول والعمل أسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم